سلام الله عليكم حبيبتي الكريمات مرحبا بكم في قناتي وصفات متنوعة وعلى طريقتي الخاصة اليوم حبيبتي جبت لكم المعقودة هذه المعقودة معروفة بزاف يعني في وهرن ونحيهم بهذه المناسبة اذا بزاف بنينة وجبتها لكم يعني بوحد الطريقة درتها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم دخلتها واحدة تغيير بسيط عطت لها بنا وفي نفس الوقت درت لها واحد يعني كيفاش نقول لها الطريقة لتعود مثل السق الكومش في المقلاء وتجيكم خفيفة كما راكو تشاهدون على الصورة وتجيكم فارغة من الداخل اذا نروح المقادير عندي هنا كيلو بطاطا راح نطيبوها وعندي هنا كما راكو تشاهدو زوج حبا التعبيد عندي حبا بصل صغيرة وعندي معجنوس لعندكم البصل المجفف راح يكون افضل باش ما تكون شعدنا حتى الما يعني في هذه البطاطا اذا هنا وشعدنا ايضا راح نخلطوا هذه البطاطا عندي تم الملاعة كبارتة وعندي نصف من العقا صغيرة انتع توم يعني مرحي مجفف عندي هنا فلفل كحل وعندي ملح وعندي نواد ميسكاد وعندي كمون هذين يرونهم شوية 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 اذا نروحوا للعقدة هذه اللي هنطيبوها فيها البطاطا عندي كاس ما وعندي 8 ملاعق انتع فارينا كاس ما ماشي مع مرحة الفم وعندي 3 ملاعق تعد جنجلال محمصين وعندي هنا الفرماج هذا كنت كنت حطيته معكم يعني اروا في الفيديو يعني شوفوه خبزة في الكوشة حمرته ورحيته اذا نروحوا لطريقة التحضير وعندي المال يحنطيبو بها البطاطا اول شي واش راح نديرو احنا راح نحطوا البطاطا نديرو لها الماء والملح وندوها للفرم باش تطيب ومن بعد نقشروها هاي لك بعد ما تطيب نقشروها باش خاطر لكم نقشروها ونطيبوها راح تجينا قعمة لقوم تقطخة احنا لانا نحوسوه طيبوها بالقشرة وم بعد نقشروها ونعبسوها نضيفو لها هنا يا باصلة بعد ما قطعناها قطع صغيرة نضيفو لها نص ملعقة توم جاف ويعني مرحي نضيفو لها هنا شوية ملح اذا نضيفو لها شوية تعفل في الكحل هذا هو مكامل على حساب لوغو لا نقدرش نقول لك وش تديري الملعقة اللي نخدم فيها هاي كتعلاتي صغيرة قا ونضيفو شوية عنواد ميسكاد او جوز الطيف غير شوية على رس المغرب وشوية نكتعل عبت الكمون باش ميجيك شمر اطيلو غير واحد دا نصف ملعقة هاي الصغيرة نتعلي نضيفو بها لاتاي هاي ملعقة الصغيرة قا اذا وهنا راح نضيف لها 8 ملاعق انتا فارينو حوالي 160 ملاعق كما راكو تشاهدو هنا 8 ملاعق تاع اكل اذا راح نخلطها ملح بيدية ونمزجها ملح بهذه الطريقة هاي لك انا زربت لكم الفيديو وش ما ندلكم شعني مدة اطول وبعد كما راكو تشوفو حضرت هذي كل جبن هاداك بعد ما خرجتهم التلاجة ونطلق على كما نقولو في حرارة المطبخ ونطلق الكورتهم ونضيف المطبخ لم تنسى الزيت ونضيفه البطاطا ونضيف الجبن ونضيفه ونضيفه لا يجب أن يجب أي جبن لديك ثم نضيف المتجمد حوالي 30 دقيقة هنا نأخذ هذه الصلاة ونكسر حبات البيت لكي نخدم العقد نضيف لها كاس ماء كاس 200 مليلتر مع مرتججة يعني نقص أسبوع كاس 200 مليلتر نقص أسبوع كاس 200 مليلتر بعدها نضيفون ثم نضيفون ثم نضيفون نضيفون ثم نضيفون نضيفون نخلطها من مليحة هنا وضعها كبيرة لكي تضيف البنات كما رأيتها في البطاطا يمكنك تشاهدها هنا انظروا كيف أخذت تضيف الشاب لكي يضيفونه في الفرن ثم نضيفة خبزة تضيفت له كمية التي تقضي آملوا الوازاح a 1 بالجنجان 1بة 3 ملاعق آملنا 3 ملاعق اتواج صفيفة ووكرا ش Vulner مرموخ نحضر المقلع حضرت الكاثرونة لكي لا تخضي الزيت يجب أن تغطي البطاطا نحضر المعقودة العادية ونحضر المعقودة العادية ثم سخنة الزيت ونقصت ونقصت الزيت تجميل السفير ونقصت الزيت ونقصت الزيت ونقصت الزيت ونقصت الزيت اذا اضطرها بالطريقة هذه لا تفتت لكم شوفوا انا درت كل شي قدامكم كان ونزربت ولكن ما قطعت والو كل شي قدامكم شوفوا حبيبتي اذا المعقودة بهالطريقة انا ما نحط الاصل لها ولكن ازلت لها غير شوية تغيير مادام رانا كل حاجة اصلي رانا ندخل عليها بعد التغيير يعني هدية الحياة اذا دخلت لهادك التغيير وزينتها هنا يا بلا كاتشوب ندرك مرحіть الشوطى لا رحوظوا وiliها آخر يogueهم رانا لاة صوت مرتوخ رانا واضطرحت لها المالوف اصري Holocok تغيير خدام، او اي قانع يمكنك صفحت لكم اصلي او لها ونقوم survival الا riding بالم ERIC title او في الوقت العبار دول ونخ lain وقوموا بطوعة مباشرة تاروخ رانا م Weightbons وینجرا نرى القبي Smart اشتركوا في قناتي تفعلوا الجارش كي يصلكم كل جديد وفي الختام نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم اشتركوا في القناة